شاركت مصر في اجتماع مجموعة عمل الاتصال الاستراتيجية المنبثقة عن التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي الذي عقد بلندن يومي التاسع والعشر من شهر مارس الجاري وفي بيان للخارجية أكدت مصر على ما يمثله الإرهاب من ظاهر عالمية تتجلى في كافة أنحاء العالم ولا تقتصر تأثيرتها على منطقة بعينها كما تم إبراز الجهود التي تطلع بها مصر في مجال مكافحة الفكر الإرهابي ومواجهته فكريا والدور الذي يطلع به الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف هذا وتمت الإشارة إلى الجهود التي تبدلها در الإفتاء المصرية عبر التصدي للفتاوى المتشددة التي لا تعكس صحيح الدين والدور الذي تطلع به لتأهيل الكوادر القادرة على الاطلاع بمهام الوعظ وفقا لأسس دينية سليمة